موسيقى 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 الحكاية كيفش بديت أنا كنت معناها جاني تليفون كلمني سيسكندر باركاتي طلب مني نكون حاضر نهار السبت مع الهيئة المدير وممتون بعث لي معناها نهار ثمانية معناها نهار الاثنين نبدأ حاضر ثمانية ومتع السباح للانترمون مشيت هنا للرينيو حضرنا معناها حكينا برشا على الكورة كثير منها مدين معناها بعد وفيت الرينيو وقعت هنا ومعايا موسيقى 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 قعدت معناها نحكي كم لوا الولاد اللي خطرهم معناها بيدرو بالحكيه قعدت هنا نحكي أنا وسي الفاضل ومعنا سي الناصر العطروس كل شيء موسيقى 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 لنسل فاضل يا أخي هو انفعال قال لي انا مش نحكي معك قطلوا انا راني في السيطوات هذية وما نجمش نرجع للانترمون في السيطوات هذية لازمك تعملي تريق لي معنى سيطواتي اللي وعدتني بيه لازم يتوفر وعراني هو قال لي ما لما ترجعش للانترمون وقعد على روحه قطلوا كي انا مش راجع للانترمون مش قادرين توفروا اللي تفهمنا فيه خلينا نمشي على روحي كالعادة نسمع حكاية خمسين الف دينار خمسين الف دينار هذي كنت الحكاية التبعة فهي من ملية انا كنت في الاسبيرونس وقت لي انتي تشكي من 2017 انا واحد من نسي شاكي بالملعب القبسي من 2017 الى يوم من هذا ما اخذت حتى ملية وشكيت معناها حتى للقضاء وصلت حتى للقضاء فما حكيت تدليس في شكيت فما حكيت ان هما تلعبوا بي وحكيت الوضعية هذي كل وباقي الناس ما يسمعوكش معنى الناس يخذوا روحي والله يعمى في برشة ما شك مشيت بري وقت هال الملعب القبسي وقت مشيت لبري من فانتسيتماتش لعبد فانتسيتماتش كنت معناها اكسبسيوني حتى اتصل بي ممرن في المنطخب الوطني التونسي وعلمني اللي انا في الليست تعليكيب ناسيوني ومعنى بطبيعة واحدة يخرج الملعب القبسي يمشي بري يكون في الليست تعليكيب ناسيوني حاجة به برشة ما راعنا بعد ذلك اجتش نرجع للتونسي معنى ما خلونيش نترينه قالوا لي لي انت مكشف القروب قلت لهم مانا سوكو نترينه ماذا نعمل تفصخوا لي نمشي على روحي قالوا لي بريود ونكلموك تعديوا عشرة ايام معنى طلعت لفرنسا مشيت عملتي سيفي بري افسي وعملت برشة حاجة معناه بهين كي رجعت لتونس طلبت كل عادة طلبت باش نكون في القروب قالوا لي لي خطلهم به معنى حتى مشكلة نمشي على روحي رغم ان الصالير متاعي كان به معنى في اي واحد يتمنى يقعد حتى في القردان في الاسبرانسا ويأخذ الصالير هذك معنى وقت لعود الكنترا جديد معنى بها انه يجعلني نجم نعيش ما راعنا كان هما رفضوني قالوا لي لي قلت لهم به معنى حتى مشكلة انا نسامح في كل شيء ونخرج على روحي اتصلت بسريار ما راعنا كان هو طلب مني خمسين الف دينار قالوا لي تعطيني خمسين الف دينار تروني نفسخوا لك الكونترا متاعك قلت له معنى ما نجيبهم لك خمسين الف دينار بشكل تروا مراد الملكي تنجموا معنى ما تنازل ولا مقابل الميت والله ما نعرش هما قالوا لي جيبوا لي خمسين الف دينار باش نسايبوك معنى تمشي على روحك وكل شيء حتى اتصل معنى حكيت مع سيفوزي صغير كنت ماشي للنادي الإفريقي قعدت حتى مع سيفوزي ومعنى انه قالوا لي باشي كبابل باشي يوفروا لي المبلغ هذيك باشينا نخرج نمشي لنادي الإفريقي شوية بعديك معنى من عرش نواسار كل عادة قعدت 2012 اتصل بايا رياض بنور وكان معنى فما رغبة من التراجي باش نلتحق بالتراجي التحق بالتراجي تونسي بدينت وقت سينابيل وقت عنده بروبليم خرج قعد جيسي ماهر كورت معنى من 2012 2017 فما ما شويت لعبتهم فما ما شويت لعبتهم باش ذلك شوية تكنيك ما نجمش تكلم فيه أنا عندي خدمة معنى نخدم على روحي ما رعنا في الامات الأخرى صارت برشة حاجات انه هما معنى واجعوني برشة صارت تحكيات سامح الدربالي اللي جاء معنى بريسك جاءوا ثلاثة الالف متفرج كانوا متغشين على سامح ما رعنا كان منهم متغضوا يقولوا اللي نفذي يجيب ذوكم الكل وانا وقت الصالير بتاعي كان كل واحد نعطيه شوية فلوس ما نخلطش بش نخلص ثلاثة الالف بعد ذلك وصلوا حتى قالوا اللي نفذي هذا فلوس من البستير مع أنيس البدري اللي هو وقت اللي يجي لتونس أنا صاحبه وأنا اللي نهزه معنى نحوص بي نهزه يحجم كل شيء معنى وقت الساعة مارس بعد ذلك يلقى فلوسه معنى يلقى فلوسه أنا وقته ما كنتش وقته ما كنتش يلقى فلوسه اه مشيت للسرياض قلت للسرياض هنا وصلت حتى سرقتوني معنى يعيب كبير برشا كي أنا سرقت وريني يعطيني معنى أنا طورت بفلقى فلوسه انتي متجربش تخولي حقي معنى 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 أنا كان معنى يتجاوزني في الموضوع وقتها بالحق معنى وقت اللي كان السالير متاعي به وكان الكنترا متاعي يوفا 2010 وعودت عامين اخرين في يوفا 2019 معنى اتصل بي بعد ماتش لتوال في سوسه لعبت 3 تيرا لقوش عن سي عمار عملت ماتش معنى بس كومبلي اتصلوا بي قالوا لازمك تعود الكنترا ومعنى أنا معنى هتباركالها معنى عندي برشا اخطاء لأنا نعطي ثيقة برشا في العباد معنى عودت الكنترا ومعنى قل لي هو بشي يجيب لي مستحقاتي وما اخذيتش معنى الى يومين هذا بعدك بلالله لحقيقة بلالله انت تفهم معنى في الخمسة سنين اخذيت 30 الف دينار بعدك بياميت اتصل بي الدكتور وجي الجري قال لي نفذي ناسي وجيه وتحبشي تكون مع اتحاد بن كردين وين نجيب لك الكنترا من الاسبرانس لحقيقة رفضت من الأول قلت لي معنى ما نحبش معنى ما نحبش نخرج من الترجلة تونسي وكان باش نخرج باش نمشي معنى نعيش في فرنسا وقت اللي كان البروغرام هكيك بعد مد عودت اصل بي السيواجي قال لي نفذي معنى ايجا معانا ومش سايبوك الاسبرانس ومش سايبوك كان لنحن وكل شيء لحقيقة تزد عندي ساحبي اللي هو منظر قسمي هو ساحي يعرفون الناس الكل هو ساحبي وكل شيء قال لي يمين ايجا نمشي ومعنى نعمل سيزان باهية وكل شيء ومين اخذت تسايد كلمة جردين من الترجلة تونسي معنى كانت معنى عندهم علاقات بين بعضهم وكل شيء وصريات معنى كانت ساحب سيواجي معنى عندهم علاقات بين مشيت للاتحاد بنجردين مشيت انتقال حرش ايه ايه عملت كنترا عامين معنى فاسخوا كنترا متاعي من الاسبرانس وانتقلت للاتحاد بنجردين في اتحاد بنجردين لعبنا ثمانية مت شويت وكانت باركور معنى بدينا باركور به وصنة معنى ربحنا بريسك ستة مت شويت ومعنى باركور به كانت عنا يكيب مزيان وكل شيء بعدها كسرت مشكلة نوسيواجي لحقيقة انا وقت اللي روحت من بنجردين طلبت ورقة اللي انا معنى ما خلاونيش معنى ما صار رفض على التمارين معنى حتى تكلمت سيمونجي الاسود اللي هو رئيس النادي باش حذر لي الورقة ذيك اه من بعد بمدة طلبت معنى قلت لهم كي انا موش مرغوب فيا معنى قالوا لي انتي ماذا بنا ترجع معانا وكل شيء اما رو فما انك تتعاقب ومعنى حاجاتك بار بارشة قلت لهم انا ما نقبلش الحاجات انا ما عندي ما عندي نوع مالك معنى انا قلت طلبت لقدر معنى لقدر ذالي واحد ما يحبش وش كوني يقوله كلام خايب ولا حاجة من بعد بمدة اتصل باسي عبد سلم سعيدين معنى قال لي امين رو احبك تجي معانا وسمعت مشكلتك مع ابنجردين و و انا قلت بيع القطر السيلية السيلية و ماذا بنا تجي معانا قلت له انا رو عندي مشكلة رو اتحاد بانجردين طلب علي خمسين الف دينار كيف كيف مشكلت خمسين الف دينار قلت له طلب علي خمسين الف دينار بعد بنهارين طلبني سلم سعيديني ماضي ساعة تعليد عندي حتى الواتساب وكل شيء حكيت معا قال لي امين غضوة تسح في الورقة من بانجردين اللي انت تسح في الورقة اللي انت لان غزالة صندوكونتخاء اهلا ميابل ميل جواغنو سوغابي باليب كونتيل باي ساكنت ميل دينار قال لي صح فيها وانا نعطيك الشيك وانجي معايا قال لي معنى نصحيح رواجيه صحابينا وياه وسمون جي لسود صحابينا وياه ما من نجمش ان ندخل معاهم معنى في حاجات حكاية هاوك انت برا ساح في الورقة و جي معانا لاتي حق معنى الملأة من الدرياض بنزارتي قلت له باي اوكي من فهم حتى مشكل من يومت غضوة ووصلتني الورقة باقي ميل بشي تخرجتها وصحة تفا في البلدات فوشينا اه انهارتها نطلب في عبد السي عبد السلام معنى ما هازش علي التاليفون بعث له ميساج واتساب قلت له وصيبه الورقة معنى ريقلتها وكل شيء في حتى الشي الليل مطلبني بزاغ معنى حكاية قلت كيفاش معنى شنو هاذا اللي ساء من يومت غضوة بعث له ميساج واتساب معتش يجيوا الحقيقة معنى شوف الحقيقة ماهيش حصني انا متأكد لي ماهيش حصني كان جيت حصني مايصير معي الحاجة هذي موسيقى 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 وقتها ساعت موسيقى معنى حتى فريق اتصلوا بيه هلال الشابة بعد بعد طلعوا لنسيونال اتصلوا بيه معنى اللي هو اللي هي بركريتمون ماهيش حصني حكيت له الخمسينالف دينار وكل شيء اتصلوا بيه سيفادل بن حمزة قال يا رافي بيك هلال الشابة وكل شيء معنى شكر لليل بريزيدونت هلال الشابة وقال شال رب يوفقك بعد مدة معنى هلال الشابة لن يوفروا المبلغ لن يوجدون الرغبة لا نعرش اتصلوا بيه سيفادل قال لي بره امشي ترينة مع الجروب ومور كواد لنصارف هنا مع وجيه ووجي معانا قلت له بيه فما حتى مشكل دجاء انا صححت في قوت بديت نترينة لساس جوية في الندرياضي بحملنف امشيت نترينة وانا مش عامل كونترا وكل شيء وانا مش عامل كونترا مبعدين صارت مشكلة في الندرياضي بحملنف كنت حاضر معانا حتى بداية السيزان كانت ماشرولين وانا مشي يوفروا المبلغ بعدك صارت مشكلة سيفادل ما كان موجود كانت سعادل الدعديع معانا سعادل الدعديع من الأول قال لينا كيفية نوفر خمسين لماذا لم تفهمت بيه الموضوع وانا مشي تفصخي لك كيفية تفصخي لك بخطة لي تجلني في اخر وقت وانا طوفي وانا مشي وانا مشي وانا مشي اول ماتش وماتش سليمين في سليمين ربحنا وقت ربحنا سليمين في سليمين سعادل الدعديع معانا اتصلت هنا بسيواجي خدوا سيواجي انت تنقص لي في المبلغ وكل شيء قال لي يمين ما كتعرف ورم بعدك معانا ما ننجم ندخل روحي برشة نرى معانا انت تنقص لي في المبلغ 50 دينار اتكلمت سعادل وانا تقابلت معهم في اللوكال وكل شيء ما رأينا كان ندرياد محمف تبدل الموضوع ووفره لقلولي اللي لازم تكون معنا وانتي باش تعاوننا وانت تنير فرحان بيك وكل شيء اتصل سعادل بسيواجي اعطاه معانا زوز شكات 25 ميل 25 ميل باش انت تنقص لي لا بسيواجي يعطيهم باش ايجبوا الريزاليسون بشكل يعني اتصلوا به اتصل به لا لا موخاطر السيواجي هو اللي يجبني من الاسبرانس هو اللي يجبني من الاسبرانس هو اللي يجبني هل لديك لا 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 انا لا 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 اخذت 20 ألف دينار لا وم بعدك 20 ألف دينار اول مصححة في اتحاد من قدين اجبهم لي سيواجي وقتا كي كلمني وقتا ديجا مشيت لفرنسا ورجعت عودوا وكملوا لي المبلغ اذيك وكل شيء من بعد رجعت نكوور معاناها من أول ماتش ديجا كنت ديجا كنت حاضر وكل شيء من أول ماتش ولعبت ماتشوت سليمي ماتش سليمي ماتش سليمي معانا لعبت حكيت تريز ماتش مش تريز ماتش ماهو صارت رينيو هذا معاناها كان من الرئيس يطلب مني 50 ألف دينار مرة أخر يقول لي تعطيني 50 ألف دينار طاو نصيبك هل يجب معي ايه يقول للمش على روحي قالوا لي يرجع لل 50 ألف دينار وعطيني انها الاتحاد بن كرديل وخط البقية من الماتشويتين اللعبتهم ماهو الماتشويتين اللعبتهم ماهو قالوا لي أنتي ميخو 50 ألف دينار قلت لهم أنني لم يراجع ولم يحسبوا لي حسابي كان عندي فلوس للرجح ومترجعهم عندي حق بشأن أخوه أني أخوه مرة أنا كان من هنا مراوح يطلبوني للحاكم يقولوا لي نهار الاثنين جينا للعادلية نهار الاثنين أنا كملت لهم ترينمو ثمانية سباحة مشيت للعادلية ما نوش بما ما صار قلت لهم روما صار حتى شيرا وصار هكو 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 عارفين لي أنا لأقول تكلم خايب وطاني أختلعت التنسيون قوية أنا وريس نادي هذا حاجة عادية إن شخص لهم ليس خالص ويتطلب منه 50.000 دينار هذا يعني لم يقوم بذلما أو لم يقوم بذلما حتى في الوضبط معناها لم يوجد ملك فلا لا تفترضي في 50.000 دينار انت جاءت الملك فلا تفترضي في 50.000 دينار كل شخص يقولي 50.000 دينار ما هو 50.000 دينار من 10 نوو؟ خذيتهم من 50.000 دينار تطلب فيهم أنت مصير هموي؟ نعم مصير هموي 50.000 دينار؟ لا أعرف، أنا كل من 2017 كل يوم يطلبوا علي 50.000 دينار كل ترانسفير يقولون لي 50.000 دينار لا أفهمهم من 50.000 دينار كان يوضحهم لي هم من 10 نوو من أول ترانسفير اللي طوي ماذا بي وضحهم لي؟ ماذا بينا يعرفهم؟ يخيرا نلعب مات شوية تجين بعدين تقول لي 50.000 دينار ما هو أنت تحب ترغب بالرحيل؟ نرغب بالرحيل وقت ننتي ما تخلصني فما هو واحد خالص وعنده كنترى وقل لي نحب نمشي على روحي تصل بي سوى جيه قال لي يمين ما هو المشكلة التي ساري وليذ ومعناها طلب مني بش أن نعتذر من فاضل بن حمزة ونقول لي أنا غالط وقلت له سوى جيه أني ما عملت حتى شي معناها ما غالط عمري ما كنت غالط طلبت حقي قال لي ليه وتتولي فيك الحكاية خائبة كل جمعية مشيت لها صارت فيها مشكلة معناها كل جمعية نمشي لها كل مات شوية تونس مشيت الملعب القيبسي لعبت مات شوية الكل الاتحاد بنجردين نمشي لعبت مات شوية النادي حمزة لكل عبته من أولا تخيقى لأخر تخيقى عمري كان طلقا نهار عملت شنجمون بخلاف ماتش النادي الافريقي اني تضربت فيه في حمزة نحكيك على ملعب القيبسي واتحاد بنجردين في الوقت اللي مشيت للشرطة العادلية وطلبوا وراء وصلوا وطلبوا كيلو الجمهورية معناه يطلبوا في كيلو الجمهورية 11 نوعه قاتل روح هنا سيرق نخطف شاش نعمل مانش عامل حاد شي طلبت فلوسي وبره عايتتي اخ بتبيعك انتي تقولي خمسين الف دينار تحبلي من انفعل شانا خمسين الف دينار متعاش نوعه وكي واحد يعايت حاسبوه معاتش تتكلم تتكلمت ولي خايب ومكش منضبط وتحرض في اللاعبين اعطيني واحد انا من الجواريت هاني معاه والله العظيم سيفاضل يطلبني يقولي امين ريجل الجواريت ما تخليهو مشحك ما تخليهو مشحك وانا نبدأ ليه بشهدت الناس الكل راهو بشهدت الجوار الانترونير ستاف المرافق الفريق الناس الكل تنجم تسأل كان اين عملت حاجة خايبة ميس يانيش نتحاسب انا لحقيقة بعد اللي شفته هذي وبعد اللي صار معايا بعد مشيت للحاكم وكل شي انا بالحقيقة ما عاش نسمع حتى واحد وباش نشكي وباش نصل للقضاء انا كي واحدة مصخري في صمعتي وانا ما عندي حتى شي ما هو الحاجة اللي عندي انا خاطر جيكو عطيني فلوسين والي خايب وتطلب علي خمسين الف دينار انا لحقيقة مع انا واحد من الناس سيبون عندي افوكا هو متوكل بالقضايا الكل ان شاء الله رب يجبني في سويب وكان انا على حق طيب انا اخو حقي كان انا مش على حق من اخوش حقي برامترا عمري في حياتي ما خرجت صارت عمري في حياتي كان نهار واحد شيفني نهار صارت صارت مش نخرج نصار في اللي بودنوية وكل حاجات اذوك راني في الحومة انا اصلي معناه ان انسان في الحومة بحبوه مفادليك الشيخ فما عبيدي يخولك ليل نفزي ميحبش يحكي ويحبش يتكلم بالعكس ان نحكي ونفادلك ونتكلم ما عندي حتى مشكل بالنسبة للشرب والفساد كان واحد عنده حاجة ضدي مرحبة كيف كيف اي وحي عمري في حياتي ما حتيت قطرة في فمي الدخان والفساد اللي حكيوا عليه نهار عمري ما عملتو